تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن ارتفى عدد ضحايا الضربات الروسية التي استهدفت مشفى كفرت خاريم الجراحي ليلة أمس إلى 15 مدني كما جرح عدد آخر وأدت الضربات التي استهدفت المشفى بشكل مباشر إلى توقف المشفى عن الخدمة محتيثة فيه دمارا هائلا في حيما تزال الحصيلة الحالية للقتل غير نهائية لوجود إصابات حارجة بين الجرحة شن أفراد داعش هجوم جديدا غربي محافظة الأنبار العراقية موقعا قتلى وجرحة في صفوف الحجد العشائري في حين قتل عشرات المدنيين في قصف على مدينة الموصل وبلدة قريبة منها في محافظة نينوة وقالت مصادر عسكرية في قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار إن الهجوم تخللته تفجيرات انتحارية بأحزيمة ناسفة استدفت قوة من فوت ما يسمى السقور الصحراء التابع للحجد العشائري أعلنت مصادر عسكرية يمنية قتل قيادين في ميليشيا الحوثي يدعى أبو حسن السقاف وأربعة من مرافقيه في كمين لقوات الشرعية على الطريق الرابط بين منطقتين البيضة وبحان في محافظة شبوة من جهة أخرى قتل أربعة أفراد من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصاروخ حراري أطلقه المتمردون بموقع دبوة في عسلان حيث اندلعت اشتباكات استمرت لساعات عدة حضر قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال فينسنت بروكس كوريا الشمالية من أن قواته على أتم الاستعداد لمواجهة استفزازاتها إذ من المقرر أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية أو تطلق صاروخا باليستيا قبل أو بعد الذكرى السنوية الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي التي توافق اليوم ما يثير المخاوف من تصعيد حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية أدى انفجار قنبلة زرعت على الطريق في منطقة القبائل شمال غربي باكستان المتاخمة لأفغانستان إلى قتل عشرة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح اليوم بحسب ما أفاد به مسؤول في المنطقة وأفاد المسؤول السياسي في منطقة القبائل شهيد علي خان بأن الانفجار الذي تم عن بعد قتل عشرة أشخاص بينهم امرأة وطفل قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير لوزارة الزراع الإيرانية إن إيران أعلنت تفشي سلالة H5N1 شديدة العدوى من فيروس انفلاونزا طيور وسط بط في منزل شمالي البلاد وضافت في تقرير لها أن التفشي أسفر عن نفوق عشرة طيور من بين نحو 230 طائرا في المجمل بمنزل في مدينة محمودة باد على ساحل بحر قزوين نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة